أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه يأتي معين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سلام عليكم هل يمكن أن تسمع بعينك قطعا لا هل يمكن أن ترى بأذنك أيضا لا هل يمكن أن تحس بالجانبية بأعضاء بدنك لا هل يمكن أن ترى الأشخاص أن ترى العقول أن ترى الأرواح أيضا لا لماذا؟ لأننا محدودون عيوننا للإبصار للرؤية لا الاستماع أذننا للسماع لا للرؤية فنحن محدودون ولا يمكن للمحدود أن يحيط بالمطلق نحن نقول أن الله مطلق ولا بد أن يكون مطلقا لأنه خلق كل هذا الكون في لحظة إرادة وجميع علماء الفلك يقولون أن الكون كله لم يكن موجودا وفجأة تحول العدم إلى وجود في مسألة بيك بانج الانفجار الكبير السؤال من حول العدم إلى وجود؟ نؤمن أن الله الذي علمه مطلق وقدرته مطلق خلق هذا الكون في لحظة إرادة لكنك تقول لماذا لا نراه؟ لو أن الله عز وجل أرانا نفسه ولو مرة واحد لا يسقي أحد أن ينكر وجوده أقول تريد الله أن تراه في ماذا؟ تراه مثلا وقد لبس بدلة أو لبس الغطرة والأقال أو لبس العمامة هذا هو ربك مثلا الشيء المحدود يمكنك أن تراه أما غير المحدود فلا يمكن لك أن تراه الله غير محدود لأن رؤية الشيء هو أن يكون هناك فراغ في اليمين وفي الشمال وفوق وتحت حتى ترى شكله أما الذي بلا خدود أنت هل يمكن أن ترى الرياح؟ هل يمكن أن ترى العقل في الإنسان؟ هل يمكن أن ترى الروح في الأفراد؟ قطعا لا أنت محدود ربنا غير محدود ولذلك لا يمكن أن ترى السلام